السياسة النقدية يبحثون عن العوائد من خلال زيادة المخاطر الاعتمانية الأكبر سلوك البحث عن العوائد نراه في سوق الدين حيث إصدار القروض والديون تواصلت اتساعها كما أن الهوامش ازدادت ضيقا وأيضا معايير الضمان صارت أقل وأسهل صحيح أن الوسطاء الماليين ذاتوا انكشافهم على المخاطر الاعتمانية إلا أن هذه الزيادة تبدو متواضعة حتى الآن ولا سيما في المصارف الكبيرة وفي المؤمنين على الحياة وبصورة أعام فإن التقويمات الخاصة بأسواق الأسهم بالإجمال وكذلك الفئات الواسعة من الأصول مثل المساكن أو العقارات السكنية لا زالت عند المستويات تاريخية الطبيعية وإضافة إلى ذلك فإن الشركات القابضة التي تملكوا مصارف زادت معدلات رأس المال إلى المستويات أعلى بكثير مما كان عليه الحال قبل الأزمة المالية وبالنسبة للقطاع المالي عموما فإن القروض لا زالت ضعيفة وكذلك المستويات المتعلقة بالتمويل قصير الأجل لا زالت دون المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة كما أن الاختياط الفيدرالي تخذ عددا من الخطوات التنظيمية إضافة إلى الكالات الفيدرالية الأخرى في أمريكا من أجل تحسين مرونة النظام المالي إذن لنعود من جديد إلى ضيفة هنا في الستوديو بداية شو أكثر ما لفتك في مقالته جنت يلن البارحة بالتأكيد لبناء كان أكثر الأمور إذا أردنا أن نحدد تحديدا هو تركيزها على قطاع الإسكان وعلى القطاع العقاري بشكل عام وعلى القروض المرتبطة بهذا القطاع إجمالا نظرة الفيدرالي الأمريكي بدأ منذ أن فك الارتباط بسوق العمل كتارجت على الفيدرالي الأمريكي بأن ينخفض بمعدلات البطالة دون 6.5% الآن انخفضت دون ذلك وكان قد فك الارتباط بحركة مستبقة للأحداث التي نشاهدها قالت أنه لو نزل مدون مستوى 6.3% هي غير مرضية تماما إذن التركيز الآن على سوق آخر وهو سوق الإسكان بالشكل العام والتوظيف بناء على هذا النمو ما تريد الوصول إليه جنت يلم من خلال هذه الخطابات أن الفيدرالي الأمريكي والاقتصاد الأمريكي بحاجة لمزيد من التيسير وللتحفيز الاقتصادي حتى تقف جميع القطاعات في الاقتصاد على قدميها بشكل وتؤكد على التعافي الاقتصادي لا يوجد هناك نوع من الهبوط في قطاع معين وبالتحديد ذكرت مبيعات المنازل إذا رجعنا إلى الأرقام الماضية هي بالتأكيد كانت لدينا مبيعات المنازل المؤجلة وأيضا مبيعات المنازل القائمة أقل من التوقعات وأقل من القراءات السلبية كان هناك تراجعات في هذه الأرقام والتركيز جاء من جاني تيلين خلال خطابها يوم أمس على أن هذا القطاع بحاجة إلى إنعاش وبحاجة إلى المزيد من التحفيز أو على الأقل الاحتفاظ بالتحفيز الحالي يعني على ما يبدو نحن ما زلنا نتحدث عن التحديات في قطاعين رئيسيين سوق العمل يعتبرته غير مرضي سوق المساء السكن يعتبرته غير مرضي وأيضا أرقام التضخم اللي هي برأيي أنه هي ما تزال بعيدة عن المستويات المستهدفة كيف شفت حركة الدولار خلال خطاب جاني تيلين؟ كيف تقصرت حركته؟ بكلمتين كان الدولار معاكس للأرقام بشكل واضح خلال خطاب جاني تيلين ومقارنة مع ما حدث في تقرير الوظائف الغير زراعية نتحدث عن التأثير طويل المدى للأحداث نتحدث عن الدولار الأمريكي بدأ بالارتفاع شيئا فشيئا وذلك خلال خطاب جاني تيلين في حين كان لدينا تقرير وظائف غير زراعية يوم الجمعة قراءة إيجابية ولاحظنا كيف أن الدولار الأمريكي خفض بعض الشيء أمامه معظم المنتجات في الأسواق نتحدث حاليا عن تأثير طويل المدى للأحداث التي شاهدناها خلال خطاب جاني تيلين وخلال الأرقام الأخيرة من الواضح جدا أن الدولار الأمريكي هو متحفز ومتهيئ لصعودات في الفترة القادمة مع هذه التمكينات انصح التعبير في الاقتصاد الأمريكي من خلال تصريحات سياسية من خلال أرقام اقتصادية هناك نوع من الدفع بجميع القطاعات للنمو وليس الوقوف عند قطاع معين ونتائجه المبهرة وإنما لا هناك نوع من الدفع بجميع القطاعات وأعتقد أنه سوف يكون في الفترة القادمة عودة الدولار الأمريكي وتراجع بعض الشيء لليورو مثلا ومن المتوقع جدا أن الذهب يختبر مستويات منخفضة في الفترة القادمة وأنا بدوري أنتقل ضيفي هنا في الاستوديو رائد الخضر رئيس القسم الدراسات الاقتصادية في أمانة كافيتل إذا عم تقدر تشوف معي رائد صورة إيجابية في الأسواق الأوروبية افتتاحية خضراء واضحة نحن اليوم بانتظار ماريو دراقي وقرارات البنك المركزي الأوروبي ما هو المتوقع؟ تماما لبناء ننتظر اليوم ماريو دراقي ننتظر أيضا المركزي البريطاني بشكل العام اليوم قرارات مهمة جدا من الاقتصاد الأوروبي من ماريو دراقي من المتوقع أن يكون هناك نوع من المماطلة في الأسواق بالنسبة للأهداف التي يتوجه إليها المركزي الأوروبي بتصحيح مستويات تضخم بتحفيز الاقتصاد الأوروبي بأقل تكلفة ممكنة نتحدث بالنسبة لليورو اليورو كما ذكرت سابقا هو عنيد ويتجه إلى مستويات عليا سواء كان أمام الدولار الأمريكي أو بشكل عام كما نرى الافتتاحات الخضراء للاقتصاد الأوروبي كانت مدعومة في الفترة الماضية بقراءة إيجابية لبي ام آي قطاع الخدمات الذي أعطى نوع من الزخم الإيجابي في الأسواق وبالنسبة لليورو تحديدا أتوقع من المركزي الأوروبي اليوم أن يتم تثبيت السياسة النقدية كما هي دون أي تغيير وأن تبقى معدلات الفائدة منخفضة وهذا هو الأسلم في الوقت الراهن خصوصا بعد أن كان هناك تحسن بعض الشيء وإن كان عن التوقعات بالنسبة لقراءات التضخم في الفترة الماضية لا زلنا دون مستويات 1% في منطقة خطر بالنسبة للمركزي الأوروبي ولكن التدخل الحقيقي سوف يكون بالانخفاض أو بالتراجع على مدة طويلة بالنسبة للمستويات تضخم ودون مستويات الدنيا التي وصلت إليها عند 0.5% كCPI نتحدث عن أن السياسة النقدية المتبعة حاليا من المركز الأوروبي قد نراها مستمرة على الأقل حتى نهاية هذا العام الذي نحن فيه اليورو مقابل الدولار الأمريكي الآن يشير إلى بعض الارتفاعات وشير نقطة المئوية نحن عن مستويات 31-22 ما هي التوقعات لليورو؟ بنظرة فنية لبناء نحن لازلنا فوق مستويات 1.39 هذا هو الأهم بالنسبة لتداولات اليورو هذا الذي يعطي الزخم الاستناد على مستويات دعم عند 1.39 قد تحسن أو تهيئ مزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة خصوصا مع استقرار السياسة النقدية أو عدم وجود أي برنامج تحفيزي واضح على أرض الواقع من قبل المركز الأوروبي سوف يتم اتباعه أو أجندة اقتصادية سوف يتم اتباعها من قبل المركز الأوروبي للتدخل التلويح بالكلام فقط لن يجدي نفعا وبالتالي من المتوقع لليورو أن يصل إلى مستويات أعلى في الفترة القادمة ونتحدث عن مدى قريب خلال التداولات هذا الأسبوع قد نصل إلى مستويات 1.40 خصوصا لأن هناك مسح قد أجري بتوقعات حول توجهات اليورو وقد رجح الجميع وصول اليورو إلى مستويات عند 1.42 في الفترة القادمة دون تدخل المركز الأوروبي إذن مستويات 1.42 لن تكون رادعة أو لن تكون رادعة بالنسبة للمركز الأوروبي لتوجيه نحو التدخل في تحفيز الاقتصاد أو أن يكون اليورو في هذه المستويات هو مزعج للسياسة النقدية الأوروبية بشكل عام بنك في إنجلند ما هو متوقع بالنسبة للمركز الأوروبي الزخم إيجابي هو يؤكد على أنه هو الاقتصاد الأول بين الاقتصادات المتقدمة كسرعة في وطيرة النمو بشكل عام نتوقع استمرار هذا الزخم نتحدث عن 69-62 إذن قريبين جدا من مستويات 1.70 وأنا أقول لك أن مع نهاية تدولات هذا الأسبوع قد نشهد ما فوق مستويات 1.70 الزوج جنيس ترليني دولار أمريكي عند أعلى مستوياته منذ خمس سنوات تقريبا ومن المتوقع مع عودة الاقتصاد إلى هذه الوتيرة قبل الأزمة من المتوقع أن يصل إلى مستويات أعلى من ذلك القرار الذي ننتظره اليوم من المركز البريطاني قد يتضمن الأمر السلبي الذي قد نراه أن يكون هناك حديث لرفع أسعار الفائدة بوقت قريب قد نجد هذا الأمر يسبب نوع من اختراقات لتوقعات الأسواق والمحللين والمتداولين من المتوقع أن يكون هناك انتظار أكثر لمثل هذه المناقشات في داخل المركز البريطاني ولكن أي تلميح بهذا الشأن من شأنه أن يغير في الأسواق بشكل فعال موسيقى موسيقى